موسيقى كل اتحية لكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعي شاشة تقناة النادي العلي في كل مكان عقب انتهاء تدريبا للنادي العلي اللي طبعا أقيم على ملاعب نادي العين وخلينا نشكر مسؤولي نادي العين اللي فتحه أبواب للنادي لصدافة تدريبا للنادي العلي ودائما بنقول العلاقة اللي بتجمع ما بين النادي العلي ونادي العين الإماراتي أنا معي في هذه الأسناء واحد من نجوم ما نادي العين الإماراتي قلب ادفاع فريق نادي العين الكابتن محمد أحمد كابتن محمد مرحب بك على شاشة تقناة النادي العلي خليني في البداية قبل ما اتكلم على السوبر وعلى المباراة وعلى الأجواء بنشكر مسؤولي نادي العين ودائما بنقول إن النادي الآلي ونادي العين بتربطهم علاقات أو وطيدة وعلاقات على المستوى الرياضي أكثر من الممتاز في البداية نحن نرحب فيكم في بلدكم الثاني وهذا ناديكم نادي العين ونادي الأهلي تعرف أن تتربط مثلما تتعلاقة قوية بين ناديين في النهاية تعرف أنت المحبة بين الناديين هاي الأول روح هاي تجمع أكيد العالم كلها تتشوف نادي عريق في أفريقيا ونادي عريق في آسيا أكيد تربطهم علاقة كبيرة ونرحب فيكم في ناديكم يعني نقولهم مهالة وسهلة فيهم دينا مبرى مهمة الأهلي والزمالك فأنا عايز أدخل الله أطول في الأسئلة كابتن محمد هلاو ألا زمال كون لا أكيد هلاو يعني أنا تعرفت منه ما يشجع الأهلي تعرفت حبيبنا حسين شحات كان موجود عندنا في نادي العين لعبيان مواصم كبيرة حقق معنا بطولات فأكيد أن يصير في نادي الأهلي أكيد أن تشجع وتحاول تحفزه وتتابع يعني أنا دايما في تواصل مع الكابتن حسين شحات دايما يعني بين بعض بين فترة حتى أنا نزلت القاهرة واستضافني هناك في بيتهم وكان عندنا وليمات عشاء والحمد لله يعني تعرفت العلاقة هاي وايد حلوة بين اللعيبة حتى من واحد مثلا يتغرب ويتغرب إنه بلده الثاني هناك حتى في مصر ويسير ويشوف اللعب يستقبلها هاي العلاقة وايد حلوة تتربطنا نحن اللعيبة فأكيد أنا أهلاوي أكيد يعني لنادي الأهلي نظرتكم لي كواحد من نجوم من كرة القدم الإمراطية وواحد من نجوم نادي العين نظرك كل نادي الأهلي بتبقى ازاي شوف أكيد أنت تتكلم على يعني نادي كبير ويعني من أعظم من دية تفريقية يعني تعرف تحقق كم بطولة وكم أكيد أنت من عشاق اللعب تلعب أنت أكيد أنت تتابعك أمباريات فأكيد بتشوف النادي اللي يمشي كورة ويلعب ويحقق بطولات تستمتع تتابع أكيد نادي الأهلي يعني أنا كشخص يعني من عشاق نادي الأهلي أتمنى أنهم توفيق صراحة في أمبارات السوبر في النهاية هاي كرة قدم يعني أنا حنرحب بكل الجالية المصرية يعني بلدهم الثاني وإن شاء الله تكون فيه روح رياضية في الملعب تعرفت أكيد بين الجمهورين زي ما قالوا كل هالي يكون فيها شوي يعني تعصب ولكننا حنتمنى أن يكون فيه روح رياضية بين الفريقين إن شاء الله حسين الشحاب بقى على المصطوى الشخصي وشايف أن يعني أول ما شفت حسين لقها مهمة جدا بتجمع ما بينك وبين حسين الشحاب حبيب تقول له أي وأكيد سعيد إنهم تعبيرتوا النار أكيد أكيد حسين يكون فترة طويلة ممكن أكثر من سنتين حاليا أنا ما شفتها ممكن آخر مرة أنا نزلت مصر وحضرتناك عندما معه فأنا أتمنى له كله التوفيق يعني حسين يكون فترة الأخيرة كان شوي صعبات شوي زايدة عليه فأتمنى له التوفيق إن شاء الله في المبارة الخادمة في السوبر وإن شاء الله يكون يطالع من المبارة وحاصل السوبر إن شاء الله تتوقع بقى نتيجة المبارة كم؟ اللحلي هم النتيجة همشي إنه يفوز اللحلي مرحبا كامتر محمد وتمنى الكتب حبيبي أجمعين